أهلا بكم يقول عنه الكثيرين أعظم شخصية تاريخية في الإسلام أو يمكن أعظم قائد جيوش في الإسلام أو الرجل الذي لم يهزم في معركة أبدا عنوان الحلقة النهاردة هو عن هذه الشخصية خالد بن الوليد بطل إيمان أم مجرم حرب خالد من أهم الشخصيات في التاريخ الإسلامي الشخصيات السعى لها محمد أنه يكون واحد ممن أعز الله بهم الإسلام ممن كان يسعى أنهم يكونوا من المؤلفة قلوبهم بصورة أو بأخرى دائما كان هناك شخصيات هامة في محيط حياة محمد في البدايات كان بيبقى عايز يستخدمهم لرفعة الإسلام أو لمعونة الإسلام على الانتشار أو الانتصار أو الظهور بشكل ما خالد بن الوليد بن المغيرة ولد في مكة وكان من عائلة كريمة زي ما يقول عنه الأثر الإسلامي وأحيانا في الأثر الإسلامي في الكتب الإسلامية يقدم بالشكل ده مثلا يقولك اسمه بالكامل خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهكذا ويقولوا عنه بقى الألقاب دي سيف الله تعالى فارس الإسلام ليث المشاهد السيد الإمام الأمير الكبير قائد المجاهدين وأبو سليمان القرشي المغزومي المكي وأيضا ابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارد الحياة مش عارفة هو محمد الجوز ميمونة قبل إسلام خالد ولا بعد إسلام خالد ولكن يعني له قرابة بمحمد إحنا بقى كمسلمين سابقين أو كمسلمين عموما درسنا عنه في كتبنا المدرسية وتقدم لنا كأحد الصحابة العظام وقائد جيوش لم يهزم أبدا وده حقيقي فعلا ومثال للشجاعة والجسارة وأيضا القسوة وعلى أعداء الله يعني هو شخصية اتحطي لها صورة بطل ولكن لما تبص في التفاصيل هل كان بطل حقيقي وإيه معنى البطولة وهل الحروب الإسلامية والغزوات الإسلامية وأسباب الغزوات الإسلامية هتصنع من الناس أبطال أم أنهم أحيانا نراهم في صور المعتدين اللي بيقدروا الناس بيقدروا حياتهم بيبوزوا حياتهم عندما يدخل الإسلام لمكان كان من منظورنا في الأول وإحنا مسلمين سابقا كنا بنقول إن الإسلام دخل بالعدل والكرامة للإنسان وكل ده لكن لما تفتح الكتب وتعرف فعلا هؤلاء الأبطال ماذا فعلوا ومعنى البطولة الحقيقي وإيه مسالهم اللي يحتزى به إلى اليوم نجده في الدواعش والإخوان والسالفيين ومن يعظم أعمال الإرهاب وغزو الناس والتعامل مع البشر بهذه الطريقة نرى إنه هذا النوع من البطولة مش بطولة ولكنه يؤثر سلبيا على فكر وشخصية الإنسان لكن كل ما قدمنا أو ما تعلمناه عن خالد إنه قصوته على أعداء الله والكلام ده كله ده شيء محمود في الإسلام النهاردة عايزين إننا نبحث في حياة خالد وفي شخصية خالد وفي تأثيره على الأمة الإسلامية منذ بداية دخوله الإسلام إلى اليوم كيف نرى هذه الشخصية وكيف أثرت على حياتك أنت الشخصية يعني أعدت أفكر إيه اللي نفعني في حياة خالد زمان كنت أفكر إنه دافع عن الإسلام دافع عن المسلمين دافع عن رسول الله دافع عن حق المسلمين في الزكاة ودافع عن عدم انقسام أمة المسلمين بعد موت الرسول وكلام ده كله لكنه دي كلها عبارات لما نبحث تحتها حنلاقي إنه تحتاج جرائم ومصايب ومشاكل وإنها لم تصنع خيرا للناس اللي العامة للبشر عموما هي عبارة عن زي ما بيقولوا كده أكل شي خالد شخصية دينية أم شخصية تاريخية ده سؤال برضو لأنه هناك يدفع على الصحابة والتابعين لمحمد على إنهم شخصيات تقول بقى كرم الله وجهه ويعني ناقص بقى تقول صلى الله عليه وسلم ولازم تقول تتعامل معهم بمنتهى التقدير ونزعل لو قلنا اسم الصحابي ولم نقول الصحابي الجليل يعني هناك تعظيم لهذه الشخصيات على إنهم ليهم أثر ديني أيضا مش أثر اجتماعي فقط على الإسلام فهو شخصية دينية أم شخصية تاريخية قيادية له سبق في انتصارات وغزوات ساعدة الدولة الإسلامية دولة الإسلام ودي لازم نقف عندها دولة الإسلام هي ليست ما نعتقد من اللي كنا بنفكره إن الإسلام دين ودولة ولكن هو يرتكز على الدين والكلام ده كله وإن الإنسان بيتعلم فيه العدل والكرامة والمساواة والكلام ده كله عندما نرى أن الإسلام دين ودولة فهي سياسة الإسلام المخالفة تماما لكل ما نؤمن به النهاردة من حقوق إنسان وديمقراطية ومساواة وكل الكلام ده فهي انتصارات وغزوات ساعدة دولة الإسلام أم هو أيضا سؤال أيضا اللي لازم نبحثه وإحنا نتكلم عن خالد هل هو شخصية إيمانية روحية يأخذ منها المسلمون عبرة روحية وإيمانية هامة تفرق في حياة المسلمين النهاردة يعني لو قلنا يا ترى إيه اللي عمله خالد أو إيه المثل اللي تحتزي بيه أنت في خالد بن الوليد الشخصيات اللي في تاريخ دين أو في تاريخ تعليم أو في تاريخ سياسي لازم يكون يوم أثر يغير حياتك يغير مفهومك يغير فكرك لكن الواقع أنه مع كل التعظيم لهذه الشخصية أنا لم أجد أنه لي أثر روحي يغير حياة المسلمين القادمين اللي بعده بطرية روحية إنما هو راجل عاش طول عمره من ساعة مآمن بمحمد أو أعتنق الإسلام يعني عندي شك في موضوع آمن بمحمد هو أعتنق فكرة وأعتنق فكرة ساعدته أنه يعيش الجزء المهم في شخصيته وهي المحارب المقاتل البطل البطل المغوار البطل الذي لم يهزم أبدا مخطط الحروب الناس اللي بتتكلم عنه النهاردة من المسلمين يقولك أنه حروب خالد بن الوليد تدرس في الجامعات الغربية اليوم معرفش في أنه جامعة لكن هو كان قائد حربي كويس فعلا ولكن إيه المثل اللي يحتز بيه النهاردة في حياتي يعني مثلا ابني عايزي بقائد حربي يقول بص على خالد بن الوليد في غيره ألاف ملايين عبر التاريخ لكن لأنه شخصية مرتبطة بظهور الإسلام ومرتبطة بتعديد الإسلام كان يجب أننا نرى في شخصية روحية تفيدك روحيا اليوم الشخصيات القادة الروحيين في حياتنا النهاردة يعني أنا شاركت معكم قبل كده فكرة أنه علشان نشوف ثمار إيمان إنسان في حياته فمن الأفضل أنك تنتظر حتى ينتقل هذا الشخص فترى الصورة كاملة وده واقع يعني وقلت لكم المثل ده قبل كده لو حد بيقول الأخت أماني دي مؤمنة كويسة أو الأخ وحيد مؤمن كويس وقد إيه تعليمه رائع أو whatever إنه عايش حياة فيها قداسة مع الله نتعلم أيوة لكن العبرة بالنهاية لأنه إحنا عارفين إن إحنا بالنعمة مخلصين وعارفين إنه أحيانا الإنسان بعد ما يموت بتكتشف عنه مصايب المصايب يكون مخبي حاجات في حياته لكن الفرق بقى إيه كلنا خطئين يعني أنا بغلط وأقوم وأقع وأقوم وقلوا رب سمحني يا رب علمني يا رب نميني وهكذا لكن هل الغلط ده حفظته في حياتي ولا اديته للرب وناميت وكبرت ومخلتش في حياتي مكان للخطيئة فبعد ما أنتقل الناس مش هتبصة على عمل الأخت أماني الناس هتبصة على إنه المسيح غير هذه الإنسانة أو إنه المسيح غير الأخ وحيد المسيح غير الأخ فلان المسيح غير هذا الإنسان فكان شهادة للمسيح من وقت إيمانه إلى وقت انتقاله وده العلامة إن ده شخص فعلا الرب غيره فيبقى مثل نحتزي بيه اللي اتعامل معاه في حياته ربنا غيره إزاي وهكذا الكتاب يعلمنا إنه يعني أرني أعمالك فأريك بإيماني أعمالي الإيمان يجب أن يغير ولازم يكون فيه ثمار للإيمان في حياة الإنسان محبة وداعة صلاح ثقة في الله تغيير قلب وفكر وطريق حياة من الجسدي للروحي من الأرضي للسماوي من سيطرتك أنت على الثقة في عمل في عمل روح الله إلى إنك تكون تارك السيطرة كلها لعمل روح الله في حياتك خلينا نشوف ده يترجم إزاي في حياة ابن الوليد وإزاي أفثر الإسلام على حياته واختياراته خالد أسلم وهو في الأربعين من عمره ولكنه قبل قبل إسلامه اشترك فيه غزوتين هزم فيهم هزم فيهم المسلمين خلينا نشوف يعني في قراءة عن موضوع إسلام خالد التعليق في هذا الموضوع بيقول إيه بيقول كده بينما كان المسلمون في مكة لأداء عمرة القضاء في العام السابع الهجري وفقا للاتفاق الذي أبرم في صلح الحديبية وهكذا أرسل الرسول إلى الوليد ابن الوليد عايزاكم تسمعوا ده الوليد ابن الوليد ده يبقى أخه خالد فعايزين نسمع كلام محمد إيه لأخه خالد عن خالد بيقوله ما مثل خالد يجهل الإسلام يعني مش واحد زي خالد حيجهل الإسلام ما يعرفش الإسلام ما يبقاش مسلم ولو كان جعل نكاياته واحده مع المسلمين على المشركين كان خيرا له يعني لو كان وقف معانا في الحروب بدل ما كان وقف مع المشركين لكان ده أفضله وطبعا هو في نفس الوقت بيقول وكان ده هيكون أفضل لنا وبعدين بيقول كده في الآخر وَلَا قَدَّمْنَاهْ عَلَى غَيْرُهُ فده هو ما كانش رايح يقول يدي له تعليق يعني لأ كان بيبعت لخالد بن الوليد دعوة أنه سيقدمه على غيره سيرفعه على غيره ولو أنه اعتنق الإسلام فأرسل الوليد إلى خالد برسالة يدعو فيها للإسلام إدراكا لمفاته ووافق هذا الأمر هوى خالد فرح عمل إيه بقى عرض على صفوان بن أمية وعلى عكرمة بن أبي جهل الانضمام ليه في رحلته إلى يثرب ليعلن إسلامه إلا أنهما رفض ذلك ثم عرض الأمر على عثمان بن طلح العيد الري فوافقوا على ذلك وبينما هم في طريقهم إلى يثرب التقى عمر بن العاص مهاجرا ليعلن إسلامه فدخل ثلاثتهم يثرب في صفر عام تمانية هجرية معلنين إسلامهم وحينها قال الرسول إن مكة قد ألقت إلينا أفلاذ كبدها فشايفين الثلاثة اللي راحوا دول برضو تعليقات محمد كانت دائما بتميز يعني دول خيرة الخيرة يعني دول المختارين هناك وش الطرطة مش عارفة بقى يعني دائما تجد إنه فيه تمييز للأشخاص دي الكريزة إزاي بقى محمد استخدم مواهب خالد في توسعاته ودربه وأتباعه كمان مش بس خالد درب أتباعه كلهم على إن الإسلام دين ودولة المشروع كان باين من أوله محمد كان يبني دولة ويبني دولة يريد أن تتوسع هذه الدولة فبداية توسعه إنه كان بيرسل رسل ورسائل لملوك وقادة وكل واحد منهم من اللي حواليه كان لي ردود مختلفة مثلا كسرة ملك الفورس قطع الرسالة وقال له اجري إنت مين عشان تبعات لي رسالة زي كده ومقوقس مثلا قال طب خلاص ناخده على قد عقله ونبعات له هدية وجريتين ومش عارف إيه وماشي شكرا على دعوتك لكنه أيضا أسلوب الدعوة من محمد بن عبد الله مش عارف إسلمه تسلمه إلى الملك الفلاني إلى مملكة الغساسنة إلى مش عارف إيه إسلمه تسلمه هي كانت الدعوة إسلم تسلم غصبا عنك وإذا ما إسلمتش يبقى حنعمل وحنساوي في مملكة الغساسنة قتلوا الرسل لما وصلهم الرسالة محمد فقتلوا الحارس ابن عميرة وقتلوا الأمير اللي اسمه شرحبيل وكان ده قريب من قرية مؤتة وهنا بقى يجي دور غزوة مؤتة واعتبر محمد قتل الرسل إعلان حرب هو بصراحة كان بينكش على حرب عنده هدف لأن الحرب تبتدي بينه وبين الحواليه علشان ياخد مكانه أكبر فهذه الحرب اللي ابتدت بإرساله الرسل وقتل الرسول بتاعه وكل ده ابتدت حرب بين الغساسنة أو البيزنطيين عموما وحرب بينه وبين محمد استمرت لألف سنة بينهم وبين المسلمين وهنا بقى القصص اللي يبان فيها بقى دور خالد وغيره بقى من أبطال الإسلام اللي المفروض إنه إنه الواحد منهم يقتل خمسين ألف في ضربة وكلام من ده يعني تبتدي بقى القصص المختلطة بالأساطير في موضوع غزوة مؤتة محمد أرسل جيش من تلات تلاف مقاتل علشان يتقابلوا مع مئة ألف مقاتل من الغساسنة وهراق أيضا أرسل مئة ألف مقاتل على حسب الرواية الإسلامية علشان ينضموا للغساسنة إذن أما أرسل التلات تلاف دول هو ما كانش عارف إنه هو يتقابلوا مع مئتين ألف لكن حط تلاتة من القادة عبدالله ابن رواحة وزيد وجعفر وبعدين خالد كان موجود من ضمن الناس اللي كان ممكن يبقى قادة ولكنه ما كانش حامل راية ولا حاجة لما مات في الحرب لما ماتوا التلاتة واحد بعد التاني خالد هو اللي أخد الراية بعد كده وكان من الواضح إنه الشخص اللي راح يديله الراية بيقول إنه هو رفض وقال لا أنا لسه جديد في الإيمان كان بقاله تلاتة شهر بس داخل في الإسلام وهناك من حق من مني بالولاية والكلام ده كله ولكن دي كانت بداية إنه يتولى القيادة وتبان قدراته العسكرية في صالح الإسلام اللي يعني أنا مش مختلف على إنه عنده قدرات عسكرية ممتازة لإني لم أقرأ بس في المصادر الإسلامية لكني قريت عن الحروب اللي قام بها خالد في مصادر أخرى وأيضا مصادر غربية لكن ده لا يعني إنه كان شخص قدم للإسلام شيء هو بس مشي في نفس الخط بتاع الإسلام لإنه كان بيعزز جواه شيء بيديله مكانة بيديله قيمة بالحاجة اللي هو مهتم إنها تكون جزء من حياته هنا في الحرب بتدور و خالد بيقدر ينقذ الكتيبة بتاعته و يخدهم ويرجعهم لمحمد من غير خسائر كبيرة بيقولوا إنهم يمكن 12 ماتوا من الكتيبة بحالها لكنهم أتلوا عدد كبير المراجع بقى هنا الأساطير برضو يعني تخليني أتساءل شوية يعني إزاي 12 يموتوا من 3000 وبعدين يقتل لهم 30 40 ألف من 200 ألف يعني ما عرفش لكن بيقولوا إنهم أتلوا عدد كبير في المعركة حتى إنهم كانوا بيجدوا صعوبة في الحركة من كتر الجسس على الأرض يقال إن هما 3000 أتلوا 3000 من الروم و12 بسم من المسلمين هما اللي ماتوا في المعركة دي في المعركة دي محمد سمى خالد سيف الله المسلو عندي مشكلة كبيرة في إنه نظرة الإسلام إلى شخص من الأشخاص إنه الله يستخدمه كسيف ضد المشركين ضد من يخالف الإسلام الرسالة الإلهية الحقيقية ليست سيف ولكنها سيف الكلمة اللي يدخل جوه القلب كده ويفتح قلبك وفكرك إنك تعرف شخص الله الحياة اللي ربنا عايزك تعيشها مش السيف اللي يقتل فإنه حياة إنسان المسيح لم يمسك سيف ولا سلاح طول مسرته على الأرض قدم حياته عن الجميع حتى نجد حياة وخلاص فيه لكن في حياة محمد وأتباعه السيف هو المتكلم لذلك سمي يا خالد سيف الله المسلول لأنه كان ناجح ولأنه كان مستخدم كأداة قتل ونسبة إن الله له سيف يستخدم بهذه البشاعة لسه هتشوفه في الملاحم اللي جاية بقى والغزوات وال بعض المقتطفات البسيطة اللي هقولها عن الأمور البشعة اللي تحدث في المعارك أي حد بيتفرج على أفلام تاريخية بيشوف مشاهد الدبحة والأتل والسيوف وكلام ده كله يرى البشاعة في هذا الموقف ويعني لا يمكن إن الله يستخدم إنسان إنه يكون سيفه بهذا الشكل ولكن ده جزء من الطبيعة الإسلامية أنت تقدر لإنك سيفه وصحت الله أنت تقدر لإنك تلبس حزام ناسف وتروح تفجر نفسك من أجل الجهاد الإسلامي والحشو بقى اللي في وسط يعني الكلام عن الملاحم دي من الجهاد وإنه التلات تلاف دول واحد من القادة وقف وقال لهم أنتوا عايزين تستخبوا من الجنة يعني أو عايزين تستخبوا من الشهادة دي حاجة نحن نسعى لها شرف لي كونكو تبقوا هتنالوا الشهادة النهر ده فكلهم بقى تشجعوا ويقولوا بقى أحد أحد ونقوم نتلقى نتلقى الشهادة مش هو ده اللي ربنا عايزه منك أبدا بعد كده في ملاحم أخرى زي موقعة حنين وقبيلة هوزان قبيلة هوزان كانوا يعني خافوا من محمد ده الكلام ده كله لسه في حياة محمد بعد إيمان خالد فقرروا إنه هما هما شايفين إنه محمد مفتري ماسك الناس اللي حواليه وعمال يحارب ده ويحارب ده فقرروا إنه هما يهجموا عليه محمد سمع فأعد عشر تلاف مقاتل وخرج في المقاتلين بتوعه وعلشان يقابل قبيلة هوزان انضملوا من خريش الفين أيضا فبقى عنده اتناشر الف مقاتل على الأرض وكان بيدرب الناس دي زي الجم من قريش دول دول من المؤلفة قلوبهم فكان بيدربهم وبيغريهم بالغنائم خالد كان يقود مجموعة في المقدمة خرجوا علشان يتقابلوا مع هوزان فأصيب خالد وكان الهجوم كبير عليهم فتراجعوا كلهم هنا برضو بنلاقي قصة من القصص الخيالية يقولك انه محمد راح فدور عليه فلقى واخد ثلاث سهام فنفخ فيه فقام بقى كويس وابتدى يقود الجيش مرة اخر ماشي نفوتها يعني اولا يعني يعني ما جاتش على دي صح نفوتها لانه اولا ما فيش اي اثبات انه محمد قام بأي معجزات كلها قولان بس حاج حد قالك ده انا سمعت انه عمل كذا لكن لم نرى ده وما فيش اثبات والمفروض انه ما عندوش معجزات هو معجزة القرآن بس لكن اما بنزن نقلف فهو المفروض انه شافه وشفاه وكلام من ده وخالد كمل الحرب مالك ابن عوف هو اللي كان يعني قائد قبيلة هوزان وهزموا وانتصر المسلمين وسيطروا على معسكر هوزان في أوطاس واخدوا كل ما فيه من غنائم بما فيها النساء والاطفال وانسحبوا بقيت الناس بتوعها وزان للطائف والطائف دي بقى مكان يعني محمد دخلوا جوه المدينة واستخبوا احتموا دخل المدينة في الطائف ودي مدينة مهمة في مسيرة محمد محمد وقف برا المدينة دي وحاصر المدينة وابتدى يحرق الجناين والأشجار بتاعت المدينة فقالوا له والله يخليك ما تحرقش الشجر بتاع الفكه والكلام من ده انت يعني لو انت دخلت المدينة واخدت المدينة انت ورده وتستفيد من الشجر ما تحرقش قوتنا فالطائف هي المكان لو 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 حد من الجنود عايز يخرج انا هتديله الامان فخرج بعضهم وانضموا للمسلمين ويعني محمد بعد كده فك الحصار ورجع للجعران المكان اللي ترك فيه الغنائم عايزاكوا توقفوا معايا عند حدة الغنائم دي اوكي الناس اللي شغلتها الحرب بتشتغل في الحرب ليه عشان يبيعوا اسلحة علشان ليهم مصالح سياسية علشان هم مجرمين حرب الحرب يعني بتغنيهم لانهم عندهم نزعات سياسية متطرفة الانسان اللي عايز على طول يبقى شغلته الحرب ده وانت مش محتاج يعني يعني انت عايش في امان وعندك اتباعك ومش عارف ايه بتجري تتوسع وتحارب الناس ليه يعني المفروض انك رسول واحد قتل الرسول بتاعت تقول له يعني خليني اقول لك ربنا بيقول ايه على الموضوع ده مثلا يعني يعني ان الكلام ده ممكن يبقى صعب على المسلمين يسمعوا يقول لك ايه الهابل اللي بتقولي ده يعني ايه خليني اقول لك ربنا عايز ايه لا ربنا مش هيكون عايز انه انه تقوم وتحارب ناس لم نرى في المسيحية ابدا في بداية الدعوة المسيحية واتكلم عن الرسل المسيح واتكلم عن المؤمنين اللي بيبشروا بالكلمة مش بتكلم على سياسات مش بتكلم على حكومات انه حكومة عايزة تتوسع عشان تعمل دولة مسيحية دي دي مش قصتنا خالص دي دي مش مش دعوتنا الكتابية ابدا ولكن انا كالمسيح احنا بنمشي نقول نصنع خيرا كما صنع المسيح ونبشر بالكلمة يسوع المسيح المخلص الله الظاهر في الجسد اللي يغير حياتك الآن نعلم الكلمة وننتقل الى مكان اخر لكن الناس اللي بتهتم بالتوسع بالحروب هدفها غير كده خالص الغنائم من اهم الامور اللي بتغري الناس ففي هذا العصر اما بنقول المؤلفة قلوبهم بيقلف قلوبهم ازاي بيديهم من الغنائم بيوعدهم بالغنائم كان ما بيقول للناس اغزوا اغزوا معايا تبوك تغنموا بناتا الاصفر كان بيغليهم بالستات وهكذا محمد رجع الى الجعران وقعد يوزع الغنائم على المسلمين حسب الشارع اربع اخماس للجنود والخمس لله ورسول فبيقول لك انه كان بيدي للجندي خمسة قبل واربعين شاه كل جندي وكل فارس اتناشر ناقة ومية وعشرين شاه والخمس الباقي بقى اللي هو لله ورسوله ده استخدموا محمد ليؤلف قلوب المسلمين ده مش كلامي ده ده اللي مكتوب في كتب الاثر الاسلامي والمراجع الاسلامية بتتكلم على تفاصيل هذه الغزوة بهذا الشكل بيقولوا كده انا جابها من المراجع الاسلامية فبيقولك انه استخدم ده الجزء ده او جزء منه علشان يؤلف قلوب المسلمين حديثا لان المشاركة في الغنائم تغريهم بس تخيلوا معايا اتناشر الف معايا هيوزع الغنائم بهذا القدر يعني الغنائم قد ايه علشان كده الحرب كانت بيزنس ومزالت عند المسلمين و عند تجار الحرب في العالم كل من ننساش انه من كام سنة الحويني كان بيقول علنا انه احنا لو لسه بنعمل حروب وبناخد سبايا كان زماننا دلوقتي اغنية ما احناش محتاجين نستلف حاجة من حد اما السبايا بقى في هذه القصة او هذه المعركة بالذات فليهم قصة تانية انه كان عددهم حوالي ستة الاف ست وطفل او يعني ستة الاف من النساء والاطفال وانتظر محمد حوالي شهر اه لا انا مش هوزعهم علشان ايه يكونوا اغراء لأهلهم من هوازن ان هم ما ييجوا ويخدوهم فياسلامه او ايضا يقايدهم عليهم يدفعوا تمانهم يعني اوكي فهوازن ما طلعتش تطلب الستات والاطفال فمحمد وزعهم على الجنود زي كده ما وزع القبل والخرفان وبعدين جيوا وفد هوازن وطلبوا ان هم ياخدوا الستات وعائلاتهم فاستسمح المسلمين فبعضهم مرضيش فرحمة ديهم قال لهم انا هعوضكم من بيت المال علشان يخلص الناس ويرجعهم ويبقى عنده سلام بينه وبين هوازن وبتوع هوازن يبقى قوة فياسلامه فينضمه للمسلمين ويتتسع سلطة محمد في هذا الوقت كان ابتدى شايفين بقى الحرب والبيزنس بتاع الحرب والغزوات والكلام ده كان في الوقت ده في الأنبياء الكذبة زي اللي هو يعني الأنبياء الناس اللي بيدعوا النبوة في الوقت ده مسائلما واحد منهم بعت رسالة لمحمد وقال له انا وانت بيجي لنا الوحي زي بعض فاحنا نقسم تعال ايه نقسم الشغلانة انت تاخد حتة وانا حتة واحنا الاتنين بقى بيوحالنا من هذا الاله فنتفق فمحمد قال له لأ انت مسائلما الكاذب وانا مش هقسم معاك اوكي فالشركة بازت وما نفعتش وهيبتدي محمد محمد يدور على انه يحارب مسائلما وانه كمان كان في بعض الاعراب اللي ابتدوا ينضموا لمحمد وخوفا منه فعموما كل من انضموا في وقت هذه الحروب كانوا بينضموا لانه هم عايزين ينضموا لقبائل اقوى او من اجل الحرب او من اجل السبايا والكلام ده كله ومن اجل المال عموما لانه ده كان بيزنس ناجح جدا في الوقت ده بعد موت محمد كل القبائل دي ابتدت معظم القبائل تترك الاسلام ويبتدي يظهر غير بقى مسائلما انبياء تانين ومسايلما وسجاح وغيرهم دول كانوا ليهم قوة وعندهم جيش وعتاد وكانوا ايضا في هذا الوقت زي ما محمد عمل ادعاء النبوة كان عمل ناجح ومثري فهم كمان عملوا نفس الموضوع وادعوا النبوة وكان عندهم تابعين وكان عندهم جيوش وكل ده قبل من انتقل لموضوع حروب الردة والوضع ده الشكل العام بعد موت محمد انا عايزة اقول لكم حاجة انه محمد في الكام حرب اللي اشترك فيها خالد مع محمد بعد ما قال عنه انه سيف الله المسلول وانه مستخدم من هذا الاله هو ايضا اعترض على قسوة خالد فبيقول كده قال ابن عمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد الى بني جذيمة فقتل واثر فرفع النبي يديه وقال اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد مرتين يعني ايه كشف بيقوله ايه كشف وشه ودع عليك معرفش يعني يقولك انا مرتين اللهم اني ابرأ اليك انا مالي انا ماش دعو من اللي عمله خالد لانه خالد كان كان قاسي جدا في التعامل مع الاسرة والناس بيقول كده لما قدم خالد بعد صنيعه ببني جذيمة عاب علي ابن عوف مصنع وقال اخذت بامر الجاهلية قتلتهم بعمل الفاكه قاتلك الله واعابوا عمر فقال خالد اخذتهم بقتل ابيك فقال عبد الرحمن كذبت لقد قتلت قاتل ابي بيدي ولو لم اقتله لكنت تقتل قوما مسلمين بابي في الجاهلية قال ومن اخبرك انهم اسلموا فقال اهل السرية كلهم قال جاءني رسول الله ان اغير عليهم فاغرت قال كذبت على رسول الله واعرض رسول الله عن خالد وغضب وقال يا خالد ذروا لي اصحابي متى ينكأ الف المر الف المر ينكأ المر لو انت هتعتدي على صحابي انت بتعتدي علي يعني هو اعتدى على ناس حتى وكذب انه محمد قال له كده ومحمد فليدفئه فليدفئه يعني المن كان معه اسيرا فليدفئه الدنيا بالليل وقال لهم دفوا الاسر فارسلت اسيري يعني اتلو وقلت لخالد اتق الله فانك ميت وان هؤلاء قوم المسلمين قال انه لا علم لك بهؤلاء ولخالد اجتهاده في هذا الامر فهو بيقول انهم لما كانوا معهم اسر فقال لهم دفوا الاسر دفوا الاسر يعني سيم كده لقتلهم فواحد قال له طب ليه نقتلهم يعني حرام التق الله دو المسلمين قال لهم انت مش فاهم دول مش مسلمين ولا حاجة يقتلهم فقتل الاسر ايضا خالد حرق الاسر او حرق الناس اللي خلفوه في 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 الامان او في في موضوع الردة بيقول كده ان خالد ابن الوليد قال للرسول ودي حاجة بقى مهمة دي نقطة تانية غير موضوع الردة عايز اقول لكم قال له قال له كده انه انه فيه كائنا من الجن يكيدني فقال له قل اعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوز هن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ في الارض وما يخرج منها ومن شر ما يعرق في السماء وما ينزل منها ومن شر كل طارق الا طارق ان يترك بخير يا رحمن ففعلت فاذهبه الله عني ليه انا احبت ان اقرار لكم الحديث ده لانه الناس اللي بتعيش في وسط الدم والدبح والكلام ده يعني ما يتقلش عليهم الا انهم دائما عايشين مع ارواح شريرة لانه القتل والدبح والدم والكلام ده كله واجادة هذا الامر ما يجيش الا من روح شر يعني ما شفناش مثلا في اي حديث انه خلد ابن الوليد قال انه او اي حد من المسلمين قال انه يعني انا ياريتني ما كنتش عملت كده مثلا انا متقلم من عدد الناس اللي انا قتلتهم مثلا في حياتي ما حصلش ايضا كان من الواضح انه اصحاب محمد اذا كان هو نفسه عنده شيطان وانه الله عليه واسلم وبيمشي بنسمع له جرز والشياطين بتركبه والكلام ده كله فما كانش من يعني المحيط اللي هو عايش فيه كان مليء بأرواح الشر وخالد كان ملموس بأرواح الشر في حروب الردة كان خالد هو رئيس الجيوش اللي هتتحرك في اتجاه اماكن المرتدين زي ما يكون كده وزير الدفاع مسي فحروب الردة كانت عديدة وكبيرة بس خليني اقرلكم حاجة عن حروب الردة بتتوصف ازاي بيقول كده هي سلسلة من الحملات العسكرية اللي شنها المسلمين على القبائل العربية التي ارتدت عن الاسلام بعد وفاة الرسول خلال الفترة الممتدة بين سنتين السنة 11 و12 والموافقة لسنة 632 و33 وقد ارتد العرب في كل قبيلة في كل قبيلة باستثناء اهالي مكة والمدينة المنورة والطائف والقبائل التي جورتها وقد وصفت هذه الحركات من ناحية السياسية بأنها حركات انفصالية عن دولة المدينة المنورة التي أسسها محمد وهنا تشوف الدولة التي أسسها محمد الرسول الذي الموصل لرسالة الله ده يأتي برسالة فيها سياسة ودولة وقتل وغزو وموت يجب أن نتساءل عنده وفي النهاية لم يقدم رسالة روحية وايضا انفصال عن قريش التي تسلمت زعامة هذه الدولة بمبيعة أبي بكر الصديق بخلافة المسلمين وهي عودة حقيقية إلى النظام القبلي الذي كان سائدا في الجاهلية وقد اتسمت من ناحية باكتفاء من الإسلام بالصلاة والتخلص من الزكاة التي اعتبرتها هذه القبائل إتاوة يجب إلغائها في حين اتسمت من ناحية تانية بالارتداد كليا عن الإسلام كنظام سياسي وليس إلى الوثنية التي ولت إلى غير رجعة إذن السائد أنه معظم القبائل اللي أسلمت في حياة محمد ارتدوا عن مش الإسلام كليا ولكن مالك إحنا موحدين بالله وهنؤمن إنه محمد رسول وحنصلي بس نحن هنديكم الزكاة إحنا مش موافقين دي إتاوة زي بالزبط الإتاوة اللي انتو بتفرضوها على غير المسلمين في كل مكان انت يعني انت بتقول إن دي زكاة وانت هتبقى حافظ ل قوانين هذا الإله فرائد هذا الإله طب محنا ممكن نبصل ده ونقول إنه ممكن يكون في الشيوخ تفرض على الناس إنها تدي تقرير عن الزكاة اللي بيدوها لماذا لم يكن أبو بكر مثل لما نعيشه اليوم ما حدش بيجي يقولك انت بتدفع الزكاة ولا لا لكن يقولك هو المفروض تدفع كذا حتتعاقب لو ما دفعتش من الله لكن أبو بكر وأمثاله ومن تلاه كانوا بيحاولوا يحافظوا على دولة الإسلام وعلى الغنى اللي كان هاجيلهم من دولة الإسلام علية القوم السياسيين المسيطرين والقطيع وده نظام لا يقبله إنسان حر فده الوصف للصادم يعني أما سمعنا عن حروب الردة في حروب الردة أنا كنت فاكرة أنها مثلا يعني حاجة حصلت في القرية اللي جنبهم كده يعني قبيلة ولا تنين لكن اللي واضح إن اللي فقد القبيلة ولا تنين اللي كان فيهم الخلافة مش المجموعة الأكبر في حروب الردة اللي قام بها أبو بكر واللي قاد فيها خالد قتل فيها عشر تلاف من المرتدين تقريبا وكان جيش المسلمين تلتاشر ألف كي القصص الدموية في حروب الردة بدأت بإنه القبائل المرتدة تيجي لخالد عشان تقدم توبتها وإنهم يبعاتوا الزكاة لأبو بكر خالد قال لهم كده لو توبتوا وجيتولي وانا يعني هو طالع بقى على كل قرية أو مدينة أو بتاعي وقف على حدها ويقول إحنا هنقدن لو سمعنا الأدان تبقوا مسلمين وتطلعوا بقى تقدموا توبتكوا وتبعاتوا الزكاة لأبو بكر فكان بيلزمهم إنهم يقدموا الزكاة ويبعاتوها لأبو بكر وأيضا يقدموا كل من قتل مسلما في الحرب للقصص منه قبيل التميم وتغلب وقصة شهيرة جدا في مختصة بخالد مباشرة وهي قصته مع مالك ابن النويرة مالك امتنع عن أداء الزكاة وتحالف مع أو يقولوا إنه وتحالف مع النبي سجاح خالد هجمه وأمر إنه اللي يدخلوا القرية أو المكان اللي هو فيه قدنوا فيشوفوا إذا هيكتلع لهم أدان من المكان اللي بيقدنوا فيه بقى اللي فيه مسلمين ولا لأ واختلفوا على موضوع مالك ابن النويرة وهو قال إنه واحد قال أنا سمعت الأداء نطلع من بيته أو من مالك وواحد تاني قال له لأ أنا ما 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 سمعتوش فوق فوق وقف خالد يتكلم مع مالك ابن النويرة مالك ابن النويرة كانت كانت جميلة جدا وراحت كشفة شعرها ووشها وراحت حضنته وباكت عشان عارفة إنه هيتقتل يعني فقال لها قتلتيني لإنه خالد شافها فأصر إن هو يقتله وتزوجها بيقول الوصف ما حدث بعد كده بيقول إن هو خالد اتجوز الست دي مرات مالك وإنه أكرمها وانتظر عدتها ولم يعاملها معاملة الجواري معاملة الجواري اللي كانوا بيقتصبوا في نفس اليوم بعد الأسر اللي عمله محمد ما هي دايرة ما هي دايرة دايرة خلينا نشوف سريعا كده مشاكله مع عمر قدم خالد ابن الوليد كان محبوب وكان كل ده لأنه بطل وبيجيب يعني انتصارات في جزء تاني لازم نشوفه في موضوع الصحابة عموما تعاملهم مع بعض فعمر كان دايما غيرا من خالد فكان فيه بينهم مشاكل خلينا نسمع شيخ الخميسي بيقول ايه عن بعض هذه المشاكل ذكروا ان عمر الخطاب كان يرى ان في سيف خالد رهقا ان في سيف خالد رهقا وانه يعني يعني سريع في اتخاذ القرار في القتل وكذا وكان يطلب من ابو بكر ان يعزله خاصة بعد واقعة بني ثميم بني اربوع مع مالك ابن نويرة قيل ان خالد هو الذي امر بقتلهم لان مالك ابن نويرة قال لخالد نويد لما ثاله ما منعك ان تدفع الزكاة قال انما هي اموال كنا ندفعها لصاحبكم اهو صاحبنا وليس بصاحبك يا ضرار قم اضرب عنقه فامر ضرار من الازور فضرب عنقه وهذا هو الاقرب عند اهل العلم ان خالد انما قتل مالك ابن نويرة من معه على حق هل نسمع الفيديو اللي بعده كمان والنقش اللي اثنين امر من الخطاب كان يرى ان خالد استعجل في قتلهم فطلب من ابي بكر ان يعزله فقال ابي بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن خالد انه سيف سله الله على المشركين والله لا اعزله ابدا فلما مات ابو بكر الصديق رضي الله في وقعة ليرموك او في زمن وقعة ليرموك وتولى الامر بعده عمر من الخطاب ارسل ابا عبيدة مكان خالد في القيادة لكن ليس في قلبه شيء على خالد ابدا وقال البعض وقال البعض انما عزل خالدا لان الناس فتنوا بخالد القصتين وكانوا يقولون خالد لا يدخل معركة الا انتصر فيها القصتين بيثبتوا انه كان فيه حساسيات و يعني صراع في داخل القيادات الاسلامية كما رأينا انه كان فيه صراع على من يقود و و محمد لم يدفن بعد هكذا نرى انه هذا الصراع استمر خالد كان له صيد كبير القائد الذي لا يهزم ابدا كان كريم كان غني جدا فكان بيدي فلوس كتير و و و يقال بيقوله هما في الاثر الاسلامي ايضا انه ادى فلوسه للناس كلها وما كانش فاضل معه حاجة في الاخر و إلا درعه وحصانه وكلام من ده زي برده ما بيقوله على الكل لكن يعني وكان محبوب عند الناس ف مش بعيد انه عمر يكون خاف من سيته وانه يؤثر على شهرة عمر قيادة عمر وهكذا ولكن عمر اكد في حديثه انه انه خالد كان في سيفه يعني يعني كان بيستخدم السيفة عمل على بطاق كان بيقتل للأكل وانه يعني كان بيعاقب الناس بعقب الله لما حرق الناس مثلا اكي فكان فيه خلاف مع هؤلاء بينهم وبين بعض اذا ما كانش فيه يعني الهدف الهدف مش انه اعلاء شأن الدين الهدف لو كان الهدف لربنا ما كانش النزاع بقى على القاب واوضاع ومال وهكذا خالد كمل يعني فيه حتى حياة عمر قيادة بعض الحروب ف مع الفرس مثلا وحروب كانت قتل فيها تلاتين الف جندي فارسي ذبحوا على شط النهر مثلا في عين الطمر وهم يعني بيحاولوا انه هما يستسلموا لخالد لكنه رفض وقتل القائد وقتل كل من حارب المسلمين وعافى عن البقين انت عندك جيش كلهم خرجوا عشان يحاربوك هتخلي مين يعني يقال ان خالد وحده هذا البطل الاسلامي في حروب وحده قتل اكتر من سبعين الف انسان محارب غير محارب حط بقى اللي في سيفه رهط ولا بيقتل محاربين ولا ايه محدش عارف خليني اقولك انه اللي حتى لو قتل اربعين الف مش سبعين الف في عشرين سنة بيقولوا انه عمل اشترك في اكتر من اربعين ما بين اربعين وميت حرب موقع ايا كانت اذا كانت معركة صغيرة او كبيرة ما هي ثمار هذه الحياة الحقيقية هل ثمار الايمان الاسلامي في حياة هذا الانسان ساب حاجة في حياة خالد الا انه مقمض حياته كلها يقتل الناس فيأخذ منهم فرصة الحياة ومعرفة الله لانهم لم يعطوا جزية لانهم اعترضوا على الاسلام لانهم لم يريدوا الاسلام لانهم رفضوا الاسلام اليوم المسلمين بيعملوا نفس الحكاية انتو المحاربين بيعملوا نفس الحكاية انت بتقتل الغير لانه مش زيك مش شبهك مش على دينك فتنتهي منه مش ده قلب الله قلب الله حياة للجميع فرصة معطاة رحمات تتجدد كل يوم علشان تعرف الله وتعرف حبته ليك وحياتك تتغير الله لا يجبرك على محبته وإلا لم يص يعني ما يكونش ده حب ولكن تبقى علاقة بالإجبار بالعافية المسيح أحبنا مجانا أعطانا مجانا وعلينا نحن نقبل أو نرفض محبة الله متاحة للجميع ليست فرضا ولكن اختيارا أشكركم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة